ومما يستوجب الخوف من الشرك إخبار النبي عليه الصلاة والسلام أن من الشرك ما هو شرك خفيف وبالغ عليه الصلاة والسلام في بيان خفائه لضرب نفل عزيز جدير بأن يتأمله المسلم قال عليه الصلاة والسلام للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل ما قال مثل دبيب النمل قال أخفى من دبيب النمل بالله عندما يكون المرأة جالس في مثل مجلس هذا وتمر من جنبه نملة تدبه إلى حيث وجهتها أيشعر بهذا الدبيب قال الشرك أخفى من دبيب النمل هذا أيضا مما يوجب الخوف واللجوء الدائم إلى الله سبحانه وتعالى أن يقي العبد وأن يعيده من الشرك ولهذا لما أخبرهم بذلك حتى هم على الدعاء الناصر صلاة الله والسلام عليه حتى هم على دعاء عظيم يجدر بكل مسلم أن يحفظه وأن يحافظ عليه وصية من النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام مقام تحذير من الشرك وبيان خفاءه قال ألا أدلكم على شيء إذا قلتم أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيرا قالوا بل يا رسول الله فأرشدهم عليه الصلاة والسلام أن يقولوا اللهم إني أعود بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغطرك لما لا أعلم هذه دعوة عظيمة احفظها وحافظ عليها وأيضا اكسب الأجر أهدها إلى زملائك وأصدقائك وجيرانك وقرابتك كلما دعوا بهذه الدعوة ننتبه ذلك أجر الدلالة فإن الدالة على الخير تفاعلة اللهم إني أعود بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغطرك لما لا أعلم